حسنا ستتجمون يا حبايب انا وعدتكم انه سينزل مقطع على قناتي الثانية سيكون بوجهي لكن يا حبايب كيف دائما انتج الفيديو قادل اجهزي لكم شي كلش خرافي والمقطع المفروض يزيل لكم اليوم لكن والله عظيم يا حبايب من التعب نمت مقدر تكمل المقطع بالبونتاج للمقطع كلش خرافي ومقطع كلش راهي ولكن لحكوناك مفاجأة باتر 100% سينزل لكم الفيديو على القناة الثانية فاستحملوني بس اليوم يا حبايب بالباتر المقطع سينزل طبع رابط القناة للقناة الثانية بلوصف الكل يشترك بها مقطع باتر سيتطلع بوجهي فاستنوا الفيديو الخبر اول الذي عادنا عن مشكلة غيث ماروان واحمد ابو الروب والهي بسبب نارين بيوتي فبندعي احبايب مثل ما تعرفون ان احمد ابو الروب ونارين بيوتي اكو مشكلة يصار بيناتهم بالأيام السابقة لما احمد نزل واحد الفيديوهات اللي صار يستهزئ بها بنارين بيوتي بعد نارين بيوتي كل اخوات تقررون يشيلون الفولو من حسب احمد ابو الروب بالانستغرام وهذا الشيء اللي يخلي احمد ابو الروب انه من كل فترة فترة صار انه يستهزئ بيهم ويطلع يحتاج عليهم بالفيديوهات او بالستوري الانستغرام ولكن احمد ابو الروب يا حبايب نزل هذا المقطع القناة باليوتيوب مبارحة وبهذا المقطع وبهذا المقطع كان بجايب واحد من الاشخاص حاط صورة نارين بيوتي بالحمام وقاعد يسبحوا اياها طيب الحركة اللي سواء احمد ابو الروب تعتبر كلش غلط وكلش عيب من صراحة هي بتتجيب صورة ابنية وتحطها بالحمام ونوعا ما شاهد تعتبر زائف منتاش يعني غلط صراحة اللي سواه فلاذا غيث مروان اللي هو واحد من اصدقاء اساسا احمد ابو الروب كتاب له واحد تعليق على الفيديو وكتب هذا التعليق برو لو حطيت صورة واحد من اهلك بالحمام كان احلى مشان ماتهين الناس طيب الكلام اللي قال غيث مروان فعلي كوش قاسي ولكن هو حبي يوجه رسالة انه تمثم حطي صورة نارين بيوت يتخير حط هذا الموقف نفس الشيء على اهلك طبع هذا الشيء اللي خلي احمد ابو الروب اللي ينزع على حسب الانستجرام هذا اللي يقول بي انه هو حذف الفيديو ماته الاخير واللي كان كاتب عليه انه اخفيت هذا الفيديو من اليوتيوب الصراحة انا ما بحب نارين ولا عيدة نارين كلها لكن الحقيقة قال مش صح اللي سويته بالفيديو حتى لو كان مزه فمن وضح يا حبايب ان احمد ابو الروب حسب الغلط اللي سوى وصلح عن طريق حذف الفيديو ولكن بعد النزه هذا السوري اللي يريد بي على غيث مروان فعطى التعليق مالته وكاتب لازم موفلوكز يعلق هذا التعليق مو انته واللي هو انه واضح انه يفضح نارين بيوتي انه موفلوكز هو حبيبها انت لش تدافع عليها بالضبط ومن واضح انه سيصبح مشكلة كل شبيرة بين احمد ابو الروب و غيث مروان فاحمد احمد ابو الروب بالبداية صار يعتذر بها عن نارين بيوتي عن الفيديو اللي سواء هو غلط وبعد بنفس الوقت صار يتهدم على غيث مروان يقول لي انت الساسن صديقي لو تشتري تنصحني كان تحكي لي بالخاص مو تكتب لي اشتعلق قدام الناس وليش انت الساسن قاعد تدافع عن نارين بيوتي على كل رح تكون كل هذه السوريات شوفوها وشوفوا الكلام اللي قال لكم وشموهم الكل يشوفوا للسوري كيف كون جماعة حاب حكي شغلة بسرعة الاشي سويته في الفيديو تابعي تابع مبارح تابع فايفر الفيديو ماكن كويس لأكثر من الشغلة وانا حذفت الفيديو اول اشي فيه نكتة معينة حطيت خليت شاب يتحمم ويحط صورة نارين هون هيك هسا انا هاي النكتة وهي الشغلة لو انها عملت فيه كان انا خدتها ضحك ومزح فعشان هيك انا رضيت اعملها في نارين بعدين صار يجيني بعض التعليقات انه انه عساس انه هي بنت وهيك ما بزبط والصراحة معكم حق وانا بعترف بغلطي وهذا الاشي ما كان صح ما احطيط في بالي انها هي بنت واللي العلم ما حد اتواصل معي لا نارين ولا حد من اخوانها ولا حد ما في ولا حد اتواصل معي قللي انه اشيل ولا شي انا شفت التعليقات والصراحة اقنع لي الكلام الكلام مقنع فعشان هيك انا شلت المقطع وبعتذر حقا من نارين وحقك عراسل ما رح ارجع عيدها وهذا وعد مني ما رح ارجع عيدها للغلط مش صح النقطة اخذت مجرى اخر وكان موضوع زياد على اللزوم ولازم انا اعرف حدودي في هاي الموضوع فانتو كيف؟ كمان اشي موقع فايفر طلع موقع شركة في اسرائيل اسرائيلية وانا فعليا حبيت او ما حبيت انا اعتبر روش لهذا الموقع الاسرائيلي وجدا ندمان على هذا الاشي وتبل لاسرائيل ما كان بالمرة ما كان بالمرة قصدي ما كنت عارف انا ما عرفت الا من التعليقات برضو وعشان هيك انا بقرأ التعليقات عشان لما اغلط اعرف وجد ما كنت عارف انه هيك ما كنت حارف لانه انا فكرة الفيديو هاي اخذتها من اجانب كان يعمله ما كنت بعرف انه هيك فاخر اشي هاب احكي عنه غيث مروان غيث انت تقدر تبعتلي لو انك انت زالما بدك تصلح بدك اشي كويس كانت تبعتلي على الواتساب او ترين علي تليفون تحكيلي احمد اللي عملته انت غلط وانت عارف انه انا كان رديت عليك وانت عارف بس انت بدك تبين حالك منظرك كويس قدام بعض ناس احساب بعض ناس وانك انت انا شخص اعتبر صاحبك هل تستخدمني حتى تبين كويس قدام بعض ناس انتوا فهمين ؟ انه هو بس استنى شوي انه الوضع يقلب علي وما لقيته الا مهاجم الأخ ته لا ولا فعليا جد جد خاب خاب ظني صراحة وطبعا انتبوني يا حباب بالكومنتا ثاني انتو بيا احمد او بروب او يغايت مروان و لا ريني بيوتي ننتقل هذا اليوم مصطفى ريدر بفضيحته الي ياسو وسامن هم ما رجعوا البعض وليش هو معصف فريدر نزع الحسابة بالإنستجرام تلث ستوريات كل شي خطيرة فضح بها كل اللي قاعد يصير طمع ببدأ هو شان بنزل ستوري كان هو طالب المستشفى صار بها حادث وصار شوية رضوض بنزل ببدأ هذه الستوري يقول حبايا بشكرة على رسائلكم الحلوة وانا حاليا بخير مجرد صار بها رضوض مكسور رسائلكم وخوايا ما راح اقدر ارد عليكم وكلكم راح ارد على البعض وصار يقول آخر شي انه هو راح يرجع ليوتيوب وان شاء الله يرجعها بقوة وقال ما على الأسف بس عتبع على الناس اللي وقفتوا إياهم بأصعب مواقفهم وصرت لهم سند وبالأخير يبيعون العشرة ويروحون على الناس اللي يخانوهم وحاولوا ويأذوهم بأسوأ الطرق وبالأسوري البادق قال كثير شغلات يزوم تعرفوها بس عن قلب راح تعرفون هذول الأشخاص شلون استغلاليين وفقط يهمهم مصلحتهم والشي اللي يريحهم شلون ممكن شخص يرجع الشخص يتكلم على شرفه وخانه وبحاجة عليه ومستحب كرام تلقاعه وحاجة عليه وكان يريد يمسح قناته باليوتيوب يعني يمسح رزقه مثل ما قلت يقوموا هاي شغلات ما حبيت يتحجي عليها بظلت ساكت وماسك نفسي بس على مود العشرة بس هذول يطلعون الناس أساسا متهون عليهم العشرة لدرجة انه يرجعون مع الناس أساسا مشكلة ببيناتهم وهو وقف فيهم بس على مود يدافع يعني عن ياسا هو وقف ضد وسام تيكت واخر شيخ تمبادل الستوري يقول خلاصة الكلام هذول الناس ببرة حياتي ولا ممكن أرجع لهم بيوم من الأيام أكون مع أشخاص خاني للعشرة خليكم برة حياتي ولا تتقربون علي أحسن ما أكرهكم اليوتيوب وبالنهاية أحب أقول لكم لا تثقون بأي شخص بالسوشال ميديا لأكل هم المصلح والمشاهدات والفلوس والضحية راح تكون انت هذا الكلام اللي قال للريدر كل الخطير واللي هو أن ياسا يا حبايب بمحجي عليه وسام تيكت وأنه يزباله بأغنية شركه وحجي عليه وحاول أن يمسح قناتها ومثما تعرفون ان طهست راكات كل أشياء هايثثا يعني منزل عليه أخبار بالسابق وأساسا الريدر هو وقف فيها ضد وسام تيكت لأنه ليس لديه مشكلة جبيرة وإياه وسام تيكت وقف ضده بس على مود يدعم ياسا حالي أن ياسا تخونه وترجع إلى وسام تيكت بلكم انتا شركم باللي سوتها ياسا وخيانتها الريدر هتشوفون أنه هي غلطة ومادري صلاحة نشاف كل شيء غلط وبيصلوا يا حبايب لنوصلت المقطعات من المقطع عجبكم اشتركوا بقناتي الثانية يا حبايب وانتظروا مقطع باجر ملاحظة ترى مقطع باجر راح ينزل لي بالليل مو راح ينزلكم بالبص الصوحة مو بالصباح ما تقولوا لي وين الفيديو المقطع بالليل راح يكون بوجه في الكل اللي اشترك بالقناة نوصلها مئة وعشرين الف مشترك قبل منيزل المقطع يا حبايب وبيس بشأنكم فايزيا وخاتفينكت الخصاص مع السلامة دعاك بس تعطي صباح الخير عطي بس صباح الخير صباح الخير الله انتوا فهمتنا احنا شو حالتنا هلو والله غايت هاد واحدة صباح الخير صباح الخير اوك رجع زياد صباح الخير صباح الخير اكلنا ويت هايوه بنتالون غايت واليوم تيشير دي ما شاء الله بس شوف احوك احنا ماتشنج اليوم بالله من قس احوك 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 لا قناة جدي وعلا احوك 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 بس غير معنا ها حانش هاي متزار لحظة لحظة ترجيكم في متزار خام رات تفرجوا وين ما شاء الله طلع 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 واوووو نزار كيف الاطاق كانت بحق حقا افتحة وقفو موقع تقرب اا والله جيزموا على المنصة خلاصا خلاصا